السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي البقبقة الكبدبد اليوم سنتكلم عن القضية وعلى الظلم وعلى الخطة الجهنمية وعلى بزار دياللي ديطاي في هذا الفيديو أخوتي أخوتي البقبقة الكبدبد مت تزقلو حتى دقيقة والله يجازيكم بخير كمنوا له فيديو فعلا نحن نعرف الفيديو كيف تشاهد كله صراحة الله معنا شي أغلبية للفيديو سنقولوا 99% اللي ما كانت تكونش المشاهدة كاملة نتمنىكم تصبروا معنا نتمنىكم تدعمونا والجيش ديال الحق عمره ما كيدعف والجيش ديال الحق عمره ما كيستسلم ولا للظلم ولا للحقرة أخوتي أخواتي البقبقة ديالي يوم عادي نتكلموا على محمد وعلا تدعمو على المحكمة ذي الإستناف وعلا تدعموا على الضلم وعلا تدعمو altitude ونحسن نشي لغة التعميم لأنه يدفعي على الناس لأنه يمكن أن يتحمل كل شخص والخبوة ويزارتها من المرات ويجعلك لأنه يستطيع أن يتحمل ويجعلك ويجب أن يتحمل من خلال الرسال لأنه يمكن أن يتحمل ويجب أن يحصل يعني كما كيقولوا العقول تختلف والأراء تختلف ونحترم طبعا الحال كل الأراء فكين بعد القنوات اللي كتخرج فعلا هي معانا وفعلا كتدفع على الحق وفعلا عرف الحقيقة ولكن هاللي كتف راسعيت كطلع تجاوب على راسه لانا كين بعد النمديش اللي ما كيحشموش وكين بعد النمديش كيقولك احنا معافولان ولكن ماشي معافولان ان احنا ندفعوا عليه او لحنا منتقدين ماشي انهم منتقدين كينتقدوا المحتوى والاخطاء اللي كين في المحتوى لا احنا معافولا ولكن احنا كان عطيونا للاشخاص احنا جينا من المعطية احنا كنطلعوا قناتنا بالمعطية احنا كنهتكوا العرض بالليسان دينا احنا كننزلوا الظلم بالليسان دينا احنا كنضربوا في الوالدين وفي الابناء احنا كنخربوا البيوت احنا كنحاولوا نخربوا بزرد الحاجة في الحياة للانسان ونتخبعوا باسم الدفاع عن الحق ونتخبعوا في اسم ان احنا منتقدين لا الانتقاد الحقيقي هو اللي كي يبيلك النقاط ديال الأخطاء ديال صانع المحتوى والدفع الحقيقي هو أنك كتدافع بحرقة كتدافع للمظلم ومع أمر كان الدفع للمظلم هو أن ينخرجوا مظلم الآخرين تنقص لك كتك له الظلم فإذا نخصيك الدفع للحق والدفع للمظلم إذا كنتي غددافع لأحد كتقوله مظلم وانتو ما كتخرجوا الظلم آخرين إذا ما كينش الدفع للضم إذا كيندفع للأطسنس إذا كيندفع للقانا آه كل نخصنا القاناوات يطلعوا وكلنا ما صحينا شنحسنوا الوضعية ديالنا بالقانا ولكن ما نحسنوش وضعية ديالنا بالأعرض للناس ما نحسنوش وضعية ديالنا بالبهتان ما نحسنوش وضعية ديالنا بالشوها فهذه هنا ما كتعطيش أننا عنا الانتقاد البناء وما كتعطيش أننا كندفعوا على الحق وكندفعوا على المظلم هنا كندفعوا على المصلحة الخبيثة كندفعوا على القضية الخبيثة فهنا أنا كنقدر ناسي كدخش تجاوب على رأسها ولكن ما تطولوش في الدفاع على رأسكم ما تطولوش المنتقدين أو المجموعة اللي معنا أو اللي غير معنا أنا كنهضر على القناوات ما تطولوش في الدفاع واحد زائد واحد كيساوي وجوش نطلع ننزل كل شيء للطابلة ونخرج بهدوء وننزل كل شيء للطابلة بإحترام وبأدلة وبراهين ونخرج بحالي ولكن باش نطولو ونوضح أنا دائما كنقول أنا ماشي مع التوضح علش أنا ماشي مع التوضح أول حاجة الناس اللي كتبغيني وكتثق فيه ما محتجاش نطلع نوضح له لعنا عرف الأخلاق ديالي وعرف المبدأ ديالي ولي إنسان كتتعرف من الجاه ومن طريقة ديال الكلام وحاك تقولوا لسنة كان نقربوا الناس باللسنة ولا كان نصبع الناس باللسنة فنتمنوا يكون عنا لسن حلو ونخرج الكلام الطيب ونخلوا الناس يحبونا بالكلام الطيب فهذه الحمد لله ميزة ماشي عيب كتكون في الإنسان هذه نقطة النقطة الثانية واللي هي مهمة ومهمة جدا اللي هي مهمة ومهمة جدا ومهمة جدا ومهمة جدا ومهمة جدا أنا بالنسبة للناس اللي كتوضح كتجيني بحال لي خوف أني نوضح لك باش نحاول القناعك تبقى معايا لا يا عزيزي أو لا يا عزيزتي أنا الناس ديالي اللي كابروني كيتقوا فيا كيحترموني ووقفين معايا مستنديني حبوني بعيوبي وبالمحسين ديالي آه يمكنني نخطى ولكن تناك تحبني كشخص كيفاش كنت تعامل معاك كيفاش كتشوفني ومالزاوية اللي كتشوفني فيها ممكنشي أنا هنكون كاملة مكمولة أنا ماشي ملك أنا اسمي الإنسان أو أنا اسمي الباشار فضرورة يكون عندي خطايا وعندي العيوب ديالي فأنا احنا كنتقبلوا بعد المتتبعين يكونوا عندهم أخطاء وكنتقبلوا كيخطووا معانا وكيقدموا الاعتدار وكنتقبلوا الاعتدار ديالهم لأنه سبحان الذي لا يسهى احنا معرضي للأخطاء ولكن أنا ما غدي خرش نوضح واحد الإنسان ما كيهمنيش وما كييعنينيش أنا الناس اللي كيعنوني فهمني وعارف الحقيقة وعارف مبدائي والناس اللي ما كيعنونيش ما عنديش لش نوضحهم بشيش نس مهمة في حيات الله غدي نوضحهم لأن التوضيح أنا كيجيني ضعف نوضح باش الناس بقى معايا ونعطيهم لا أنا سوف نكمل في مسيرتي كيف مكانت سوف نكملها وبدون توضيحات وبدون مبررات واللي كان قوله دائما اللي عنده شي حقائق او شي أدلة ملموسة يحط على الطابلة كل مكان في هذا اليو السوشيال ميديا وهنا اليوم كان قولكم اخوتي اخواتتي هذا هو النقطة اللي عملها محمد وتحيتي لي له لا يخرج شي يوضح بزاف ولا يخرج شي يتكلم على التفاهة نهار اللي كيكون في المحكمة كيبغي بي المتتبع دياله اشواقه بميز داقية بشفافية يعني كيبغي ماشي انهم يوضحهم شنكين كيبغي يطمنوا عليه كيبغي يطوم ويقلوا كلهم الوقائية اللي وقعت ولكن بالعكدا القانة الملونية اللي كتخرج تفضح وكتخرج فضائح مفضوحة كتخرج تفضح كيكون فيها الكتوب حال المرأة اللي كذب علينا حلف ممارسة في الكتاب وفعلاً اجتماع اخرج حلف الكتاب يعผhave بالرائسة شهال التوضيحة اللي خرج فيها الله الغرفيه في الأعراض شهال التوضيحت اللي خرج حرم مالسة زواج ما بين المرأة والراجل عندما جاء الله التوضيحات اللي كانوا فضائح ماشي توضيحات واللي كان بينة الحقيقة ديالو مفسرة انه انسان خبيط ولا يخاف الله بانه فعلا حاقد على هذا الكوبل هذا انه فعلا بغي يبقى بوحده انه فعلا ما بغيش الخير للاخرين والدليل كما كتشوفوا دائما انه بقى صامد للإفراخ بقى صامد على الإفراخ وشتة أسرة بكاملها كان العواشر وكان الصيف وكان اول مرحام اللوحل والأطفال وصراخ ديال الأطفال بالحزن على الفراق ديال البيت ديالو من يتربو فيه وخلقو فيه وما هزت في شعره لأن البغض والخبض والضغينة عمت له البصيرة ديالو كذلك جغلقنا البير وشف صرخة إنسان اللي حفر كل نهار حفر حفراء وكل يوم كان كيحلم انه يشرب من ديك البير وانه يصدق من ديك البير ولكن الضغينة والحقد والغل خلت له غشاود ديال العماء الأسود في العين ديالو وما فكرش بأن ماشي غار محمد اللي غايش رب من ديك البير كيناس أخرين غايش رب من ديك البير كذلك الضغينة ديالو اللي خلتو يستنجد بالشياطين اللي يعني من مجموعة ديالو لأن الشياطين مستحي تكون مع الملائكة والملائكة مستحي تكون مع الشياطين فالشيطان المارش استنجد بالشيطان مثله وجابوا كذلك وخطوا ونفضوا الجريمة البشعة اللي هي ظلم من هذا الشخص هذا وعطاوه أقصى عقوبة وأقصى ظلم هو أنهم نزدع له واحد البطل اللي هو السلاح الأبيض والصرقة الموصوفة وشكل السبب هو الغشاء والعمياء وشكل السبب هو الطمع والجشاء شكل اللي خرج على هاد الكوبل هادا وشكل اللي شوه لصمعة ديالو وشكل اللي بغيط يحلو بالمشاهدة ديالو وبغيط يحلو بالمزدقية ديالو العم العم اللي كيجي من بعد الاب كيجي العم تحنو ودخوه وشي كامل على الأطسنس وكما كيقولو دائما الأطسس ما هو دباك ولا دبا أطسنس ديال الميريكان واللي قدر يخدم يخدم واللي قدر يتبت الوجود ديالو في العالم الأحمر يتبت الوجود ديالو والإتبت ديالو والإتبت ديالو والوجود ماشي بالضل ماشي بالتشهير ماشي بالحقرة بالاجتهاد أنا إذا كنت غدين نجتهد ونظلم الناس وندي كذلك نسيل التهلكة لأن مجة واحدة المجاعة كبيرة على دهد القضية ديالتشهير والقضية ديالبارتش ديالو ديالو ديالناس والقضية ديالبارتش ديال الصور ديال المتتبعين والقضية ديالبارتش ديال ديالأي حاجة مجة مجة سحابة اللي هي سوداء وغاديمشي فيها اللي كي السحق أنه فعلا خصويت ربا القضية قربت وكل دو حق حقه ولي در الدم يسهل عقوبة وبلغ نغوته وبلغ نستنجده وبلغ نستنجده بالآخرين لأن نحن غلطنا وكل واحد قد مسؤوليته اللي بارتاجه شيء اوديو في المكان سوف يجي ولي خرج شي تشهير على شي حد في المكان ستحاسب ولي بارتاجه شيء صورة في المكان ستحاسب وغدكون سلسلة طويلة ومطولة و القضية تكون صعيبة وغدكون كما نقوله نخليه كل حاجة في وقته وقالوا دائما القناوات ارجعوا له خدموا على المحتوى ديالكم دفعوا على الناس اللي كتبغيوا على القضية اللي مأمنين بها ما عمرنا غادي يكون عنا يعني الحاجز ما بين المسلمين على كنبغيوا قانا قانا او غير فرقنا شي قانا احنا اذا فرقونا قانوات جمعنا ديالإسلام احنا اذا فرقونا قانوات جمعتنا تمغربية ديالنا احنا اذا فرقونا قانوات جمعتنا الانسانية فهنا كنقول لكم كل واحد يلزم الحودة دياله وكل واحد يخدم على بالخديمة دياله كل واحد يحترم وكل حاجة عند الحودة دياله فهنا كنقول لكم مركم كلكم امهات وعندكم مسئولية وعملتوا باش تحسنوا الوضعية ديالكم ماشي باش تفتشوا على الحباسات اخوتي اخواتي كنتمنى هدلا فيديونا الاستحسان ديالكم متخشلنا باللايكات والبرتاج تعليق المحافظة لأول مرة يمر على هذه القناة اعملنا الابني ويفعل جرش باش يصلكم كل جديد الكبد بديالي البقبق ديالي تحياتي لكم معبر العالم اينما كنتم اينما رحلتم دمتم في رعاية الرحمن والى الملتق